طبعا هذه الورشة الثانية التي تنظمها ايضا مجلس شباب علار وايضا نادي مرشدات تربية الطول كريم وهذه الورشة اعتقد بانها مفيدة جدا للمشاركات والمشاركين واعطت زخما قويا بالفائدة الكبيرة التي حققتها ايضا المشاركات والمشاركين في هذه الورشة واعتقد ان اي صحفي يود دخول هذا العالم وهي سلطة الرابعة عليها ان يمارس الصحافة بطريقة عملية ونظرية واعتقد ان الشباب المشاركين في هذه الورشة قد استفادوا الكثير منها وخاصة انها شملت العديد من المواضيع اولها الصحافة الالكترونية ايضا الصحف الناجح مميزات الصحف الناجح وايضا كتابة الخبر مجلس شباب علار هذا الشهر الرابع منذ تعسيسه هو المجلس الوحيد الثاني في منطقة طول كريم بعد ان ابته بقوم على تنفيذ هذا المشروع نادي علار الثقافة الرياضي بالشراكة مع مؤسسة سياة شاف وبدعم منه اليوساد طبعا الشباب والصبايا الموجودين انهم 11 عضاء المجلس نعمل لهم دورات كثيرة هاي الدورة الرابعة او الخامسة كانت الاولى في عملية الحكم المحلي والمواطنة في دارة الوقت الاتصال والتواصل والدورة الثانية هاي اللي هي مع الاصحفة منتصر عناني الاولى كانت في جمعية الله الخيرية والثاني طبعا بسعدنا ان يشاركونا اخواتنا والزميلاتنا اللي هم المشرفات دورة الصحافة مع المشرفات في طول كريم لدمج الشباب ودمج الفئة الشبابية مع بعض للتعارف والاستفادة من خبراتهم المشتركة ان شاء الله الفائدة في هذه الورشة تتمثل في تجربتنا في دورة الاعلام وطريقة تأثيرها علينا في المستقبل والفوائد اللي رح نستفيدها من هاي الدورة في المستقبل اذا كنا صحفيين وطريقة نقل الخبر بطريقة صحيحة ابحث عن الحقيقة ولا شيء غيرها عن نقل الاخبار بشكل صحيح وعن طريقة جذب القراء لهذه الخبر اللي انا اود ان انشره نحنا جاي نستفيد من هاي الدورة اننا مننمي قدراتنا في مجال الصحافة ومنعرف اساليب اخراج الخبر والخبر الصحيحة من الخبر السيئ ونعرف وقت ما نخرج الخبر كيف بدنا نخرجه ونعدل عليه ووقت ما بدنا نحذفه يكون فيه اسباب واتجاه الخبر وان شاء الله نستفيد منها